هذا وتشهد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية تاريخا طويلا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات على مدى تسعة عقود لطالما شهد التاريخ على منعطفات استراتيجية للعلاقات الدبلوماسية بين كبريات الدول وما ينتج عنها من تنام منطقي في العلاقات السياسية والاقتصادية وهي الركائز الأساسية التي تنهض بطبيعة العلاقات بين بلدين هامين كالمملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية الذين يشهدان عملية انتقال مفصلية من مرحلة سادها بعض الفتور إلى مراحل متقدمة طموحة تشكل قاعدة رصينة للبنات مستقبل كل البلدين على مختلف الأسعدة فهذه الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أول زيارة لعاهل سعودي لباها الملك سلمان بن عبد العزيز السعود على رأس وفد كبير يشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية والسياسية للمملكة العربية السعودية يخطف أنظار العالم الذي يترقب ما ستأول إليه مخرجات القمة السعودية الروسية في إدراك تام لمدى أهمية التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا في المجالات الاقتصادية والعسكرية وما يترتب عليها من مواقف سياسية قد تغير خارطة الأحداث والأزمات التي تعصف بالمنطقة في الوقت الرهن وكانت الإدارة الروسية قد ابتهجت بقدوم العاهل السعودي باستقبال مهيب يعكس مدى اهتمامها بقدوم الملك سلمان بن عبد العزيز وما تحمله زيارته من أبعاد استراتيجية هامة وهذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اعتبر أن هذه الزيارة ستساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط وأنها تشكل عطافة حقيقية في علاقات البلدين وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن موسكو والرياض لديهما مواقف ورؤا متشابهة تجاه المشاكل الإقليمية والدولية ليشكل هذا التفاهم رفيع المستوى بين البلدين أنموذجا جديدا للعلاقات الدولية الوثيقة الهدفة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة الملك سلمان عن سعادته بزيرة روسيا الاتحادية وعبر عن تطلعه بأن تحق الزيارة ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك وخدمة الأمن والسلم الدوليين يذكر أن هذه زيارة تعتبر الأولى من نوعها للملك السعودية وكان الرئيس بوتين السبق لقاءه الملك سلمان بتأكيد الأهمية التي توليها روسيا للعلاقات مع المملكة كما مهد الكرملين المحادثات بالتأكيد أن زيارة ستشكل منعطفا أساسيا لتطوير التعاون وأفاد بيان الكرملين أن المناقشات ستشمل كل نواحي التعاون بين البلدين والمسائل الدولية الأكثر الحاحن مع توجيه الاهتمام من خاص الأوضاع في شرق الأوسط وسبل تسوية الأزمات في المنطقة كما أعلن الكرملين أن التعاون العسكري وارد في أجندة لقاء الملك سلمان مع الرئيس بوتين إلى ذلك شهدت العلاقة الاقتصادية بين أرياض وموسكو في العامين الماضيين تصاعدا ملحوظا وسط انفتاح موسكو على تسهيل الإجراءات التي تضمن نجاح التعاون التجاري بين البلدين وترسيخا لهذه الشراكة من المتوقع أن تشمل القمة التاريخية بين البلدين توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية وعقد صفقات ضخمة تقدر بمليارات دولارات أهمها في مجال الطاقة زيارة تاريخية وقمة استثنائية في ظروف استثنائية يترقب الجميع مخرجاتها قمة سعودية روسية من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومن المؤمل خلال هذا الحدث التاريخي أن يوقع الطرفان على حزمة من الاتفاقات الثنائية بينهما وأن تعقد صفقات تقدر بمليارات الدولارات العلاقة التجارية بين البلدين تسير بوتيرة تصاعدية ففي عام 2015 كان قد أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن عزمه استثمار عشرة مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال خمس سنوات ليكون المستثمر الأكبر في روسيا ومن بين الشركات التي ينتظر أن توقع عددا من الاتفاقيات هي شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو والتي كشف رئيسها تنفيذي أمين الناصر عن مذكرات تفاهم مع شركات روسية كبرى من بينها خدمات النفط والغاز والبتروكيمويات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وهذا ما يؤكده بيان الحكومة الروسية بأن زيارة العاهل السعودي ستشمل مناقشة التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي في مجالات الطاقة التحسن والتطور الأفضل في هذه العلاقة يكمن في المشاطات الاستثمارية هناك عدد من المشاريع الاستثمارية في السعودية يعمل عليها المستثمرون الروس والأهم بينها هي محطة الطاقة النووية التي سيتم إنشاؤها في السعودية هذا إلى جانب الصندوق الذي يتم تأسيسه بين المستثمرين السعوديين وصندوق الاستثمار المباشر الروسي بقيمة 10 مليارات دولار الذي يعمل في روسيا ونحن نرى النتائج وهي جيدة للمستثمرين السعوديين كما أنهم من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين أرامك السعودية ونوفاتيك أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا لبحث فرص استثمارية في قطاع الغاز وتعد هذه الخطوة هي الأكثر توقعا بين المحللين الاقتصاديين وسياسيين على حد سواء واعتبروها خطوة مهمة نحو الاعتماد على مصادر أخرى لإنتاج الغاز إذن فإن هذه الزيارة تأتي لترسيخ هذه العلاقة التجارية الضخمة ومن شأنها أن تفتح آفاقا جديدة من التعاون التجاري تعظيما للدور الاقتصادي المشترك ودفعه إلى الأمام استنادا على دعم الإرادتين السياسيتين بين الرياضي وموسكو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة